من المقرران يتوجه الناخبون الاتراك إلى صناديق الاقتراع يوم الرابع عشر من ايار لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في انتخابات مصيرية يقول المراقبون انها تأخذ طابع استفتاء على تأييد او معارضة الرئيس اردوغان الذي يواجه للمرة الاولى معارضة سداسية بعد عشرين عاما من توليه السلطة ينافس الرئيس اردوغان في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين ابرزهم كمالك الجدار اوغلو مرشح تحالف الطاولة السداسية اضافة الى رئيس حزب البلد بحرم انجا ومرشح تحالف الاجداد سينان اوغان وبين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري سيختار 64 مليون ناخب تركي رئيسا جديدا للدولة واعضاء البرلمان يقول الطرفان انهما قادران على الفوز فيها من الدورة الاولى وان لا فستنظم دورة ثانية في الثامن والعشرين من شهر ايار حيث بدأ ثلاثة ملايين واربعمائة الف ناخب تركي في الخارج التصويت الخميس الماضي تأتي هذه الانتخابات على وقع زلزال مدمر ضرب تركيا في السادس من شهر الشباط الماضي واوقع اكثر من خمسين الف قتيل وازمة اقتصادية تحاول حكومة الرئيس اردوغان التخفيف من تداعياتها على الشعب التركي كثف الرئيس اردوغان تجمعاته المليونية ووعوده مثل زيادة رواتب التقاعد وبناء مساكن وتخفيف فواتير الطاقة مخاطبا بشكل خاص النساء والشباب ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب اكثر من 64 مليون ناخب وفق الهيئة العليا للانتخابات التركية كما تحظى هذه الانتخابات باهمية محلية لانها تتزامن مع الذكرى المئوية الاولى لتأسيس الجمهورية التركية في وقت تفرض سياسة التوازن بين التناقضات الاقليمية والدولية وهو ما يجعل هذه الانتخابات مصيرية لتحديد وجه تركيا خلال مئة عام مقبلة ايا كان الرئيس القادم